السلام عليكم احبائنا موضوع مهم جدا كيف الواحد لو كبير في السن وعايز يبان انه اصغر يعني لو عندك خمسين كيف تظهر ان انت لسه في التلاتينات ومش كبير في السن لو عندك ربعين كيف يبقى عندك تلاتين الشكل العام المظهر الوجه البشرة فعايز اشرح لحضراتكم على السريع عنصرين محتاجينهم جدا وين اللجيهم وايش الحاجات اللي بتخلي الواحد دي يبقى شكله عجوز او كبر في السن فجأة او هو لسه صغير او كيف ان احنا نبقى كبر جدا في السن ونظهر ان احنا اجل بعاشرة خمستاشر سنة فخليكم معايا يا جماعة الموضوع يعني حساس شوية ولو دخلتوا عندي وحاولتوا تعرفوا تفاصيل هتلاقوها معقتة جدا وصعبة فانا حاول ابسطها على السريع واجول لحضراتكم على الموضوع بداية انا جماعة الجلد والبشرة بيتكونوا من ايش لازم نعرف المكون على اساس بعد كده نعرف ايش اللي احنا محتاجينه واش اللي احنا مش محتاجينه الجلد جماعة بيتكون اساسا من البروتين والدهون البروتين والدهون فمعنى ذلك ان احنا اي جسم او اي بني ادم عايز يكون جلده وبشرته ما فيهمش تجعيد ولسه شبابه كويسين محتاج للكوليسترول محتاج للدهون ماينفعش زي موضوع اللبن ماينفعش ان انا اشرب دايما لبن منزوع الدسم لان اكيد الدسم هذا ربنا خالجه وفيه حاجات احنا محتاجينها نفس الشيء بالنسبة للكوليسترول والدهون ربنا خالجنا محتاجين هذه الاشياء فطبعا لو اكثرنا منها الدنيا بازط هنأسرع القلب والاوعية الدموية وغير وحاجات كتير وهنتعب وهيحصل لنا سمنة وهنتخن واحنا مش عايزين كده فلازم الاعتدال ماينفعش ان احنا نطلع الكوليسترول والدهون نهائي من حياتنا لازم ناخدهم باعتدال وهضروب الكوماسة يا جماعة لو شفتوا دايما الناس السمينة الدخينة بتكون كتير من اكلاتها فيها دهون ولحوم وشحوم وكوليسترول عالي وكده طبعا هذا الشيء ضار ومش كويس وبيقدل السمنة لكن في نفس الوقت عمرك وشفتوا واحد سمين او دخين وبشرة وحشة لا اذا دايما بتلاقوا البشرة زي البلونة كده ومشدودة بسبب ان هو بيكسر من الاكلات اللي فيها الدهون والكوليسترول فده دليل قطع على انها بتساعد الجلد على انه يبقى ناضر فيه دموية الوجه دايما فيه دموية كده ومشدود وما فيش اي تجعيد ولا اي حاجة فاني مش عايز كده احنا عايزين ما نزودش في الحاجة هذه نعتدل فيها لكن لازم تكون موجودة في اكلاتنا وفي حياتنا طيب عنصرين يا جماعة نوعين من الفيتامين لازم يكونوا موجودين في حياتنا وعن طريق اكلات وحاجات معينة في الغذاء لو نقصوا لو نقصوا بقدوا لاكسدة وان الجلد يبدأ يحصل فيه تجعيد الانسان يبني انه عنده شيخوخة وعجوز بدري بدري الاول هو فيتامين اي وفيتامين اي طيب فيتامين اي يا جماعة فيتامين اي مضاد اكسدة مضاد للشيخوخة بيحافظ على الهرمونات وتجديدها والخلايا وبالذات الغدد والحاجات هذه اللي بتأثر بالذات عن الناس اللي بتعدي سن الاربعين وين نقصوا بيقدي لمشاكل كتيرة وبيظهر علينا علامات الشيخوخة على طول فاحنا عايزين على الأجل ما يكونش فيه زيادة في الجسم بس يكون في اعتدال وانه لازم يكون متواجد فيتامين اي في الجسم وين نلاقي فيتامين اي؟ كل انواع الخضار والسلطات لازم نقولها وبالذات الخضر الورقية زي السبانخ وما شابها جماعة السلمون والسمك وزيت السمك صفار البيض وبالذات الدجاج اللي متربي في البيوت يعني احنا فيه عندنا البيض اللي بنشتريه من السوق وفيه البيض اللي بناخده بلدي من مثلا ان احنا مربيين دجاج او فراخ في البيت هذا اهم وانظف بكتير وافضل الصفار بتاعه وانواع الجبن يا جماعة زي جبن الماعز والجبن هادي مهمة جدا وهذا كله هتلاقوا فيه كمية عالية اللي ذكرته لحضراتكم من فيتامين اي فطبعا فيتامين اي زي ما قلنا مضاد اكسادة مضاد للشيخوخة ومهم جدا جدا للغدد والهرمونات اللي بتبدأ تجيل مع كبر الثن طيب هذا بالنسبة لأساس فيتامين اي طب ايش المكمل اله وبيعملوا وقاية انه وقائي زيادة لموضوع الشيخوخة وكده فيتامين اي فيتامين اي يا جماعة بيحمينها لأتربة وأشيعة الشمس مضاد للشيخوخة مضاد للأكسادة مهم جدا للسيدات اللي بدأ موضوع الطمس أو الدورة الشهرية تنقطع فطبعا الغدد النخمية فيتامين اي مهم جدا لها عشان الحياة يعني سر يعني الحياة الجنسية الغدد النخمية الهرمونات الكل الحاجات هذه لو فيتامين اي نجس يبدأ سن اليأس والناس يعني بيبدأ الموضوع يتغير تماما بعد سن الاربعين وانقطاع مثلا زي ما قلنا عند السيدات فاحنا محتاجين برضو هذا الفيتامين يكمل فيتامين اي بنلاقي فيتامين اي موجود وين في زيت النخيل زيت الزيتون زيت جنين القمح طبعا الحاجات هذه كلها اللي بذكرها لحضراتكم في منها مكملات بتبقى موجودة في الصيغضليات لكن لو احنا الأفضل نحصل على الشيء طبيعي صحي من الحاجات الطبيعية فزيت زيتون زيت نخيل زيت جنين القمح الخضر برضو زي ما قلنا فيتامين اي كلها والخضر الورقية وكل أنواع البزور والمكسرات المكسرات زي الكاجو وعين الجمل وغير واللوز والفوزدق فهذه الحاجات يا جماعة اللي احنا محتاجينها فيتامين اي فيتامين اي ولازم نلاقيهم عن طريق الحاجات اللي اتكلمنا عنها ولازم يدخل في جسمنا كلسترول ودهون بنسبة معتادلة مش بزيادة عشان موضوع الجلد يبقى ما فيش فيه تجعيد ما فيش شيخوخة بينه على الوش ولا على البشرة ولا على الجلد وكده نبقى ان احنا لو عنا خمسين نبني ان احنا لسه عنا ثلاثين اتنين وثلاثين سنة طيب فيه حاجات لازم نتجنبها عشان يبقى الموضوع ماشي معنا تمام كل الحاجات المجلية زي البطاطس اللحمة المجلية الفراخ المجلية فيه انواع من الكعك والبسكويت زي الدوناتس الامريكي والحاجات هذه نبعد عنها نتجنبها بقدر الامكان التدخين وكل الناس المدخنا ربنا يبعدنا جميعا عن التدخين من اساسيات ظهور الشيخوخة والكبر على الانسان فنقدر لو قدرنا نبعد عن التدخين او نتجنبه او حتى اللي بدخن يجل جدا من التدخين واخر حاجة واهم حاجة التوتر اي عامل ممكن يأثر علينا نفسيا لازم نتلشا ويكون عندنا حكمة وصبر وما نتوترش ونتعصب بسرعة التوتر التوتر العصبي الاكتئاب لإحباط العوامل النفسية مشاكل الحياة الأطفال لعيال ضغط البيت المسؤوليات هذه كلها لازم يكون عندنا حكمة والصبر ونتعامل بيها بدون توتر لانه من اكتر العوامل اللي بتأثر وبتبان الشيخوخة وان الجلد يكرمش ويحصل مشاكل اللي ذكرناه زائد التوتر وهو اهم شيء فاني كده حاولت اجمل لحضراتكم الجلد اصلا بيتكون من ايش ايش الحاجات اللي لازم تكون موجودة في حياتنا باعتدال يعني هي مش مضرة لان حتى الجسم بينتج الكوليسترول يعني لازم الكوليسترول والدهون المشبعة تكون موجودة باعتدال لان نقصها بزيادة يعني آه مفيد وحاجاته حرج الدهون وبتاع لكن والكوليسترول لكن في النهاية هتلاجوا نفسي قمة في النحافة والوش والبشرة بين علينا ان احنا كبر جدا في السن اضرب لكم مثلا يعني عارفين اللي عمل فيلم الجوكر مثلا يعني كمثلا هو بنذكره في الفيلم اضطر انه عشان يظهر انه رفيع جدا بطل عمل حمية وبعد عن اكلات وحاجات لضرية ان نشوف شكله اصبح كيف في الفيلم فاحنا مش عايزين كده لازم يكون حياتنا فيها اغلب العناصر والفيتامينات المهمة ولازم يكون فيها كل اللي احنا عايزينه وما نوصلش للدرجة هذه هنزود الحاجات هندخن خالص وهتبقى مشاكل صحية كتير وزيادة هنجلل النسب بزيادة هنوصل للمرحلة زي ما ذكرت لكم الفيلم كده مثلا وان الانسان عضم على جلد وهيبان انه عنده كرمشة زي انه اذا بدخن او بيعمل اي حاجات من الحاجات اللي مش كويسة فطبعا هتوصل الامور للمرحلة اللي احنا مش عايزينها فاحنا كل هدفنا ان الواحد يبان انه هو مهما كبر في السن عنده نضارة جلده كويس ما فيش كرمشة ويبان انه لسه صغير في السن وهذا كله دليل على انه هلطي ويعني صحي فيعني ان شاء الله نتبع الخطوات هذه اعرفنا الجلد بيتكون من ايش ايش الحاجات اللي لازم تكون موجودة الفيتامين اي فيتامين اي والحاجات اللي نتجنبها كده ان شاء الله نحصل على بشرة ممتازة صحة ممتازة الجلد يكون ممتاز فيش تجعيد ولا حب شباب ولا بصور ولا اي حاجة في الوجه ولا البشرة وان شاء الله نتبع الخطوات ونبقى تمام التمام نتمنى يا رب نكون استفادنا معلومة مع بعض اليوم نتمنى تدعموا الاشتراك تسعدنا وجودكم معنا في القناة جماعة الخير كان معكم اخوكم نعيم احجاب ونشوفكم ان شاء الله مستقبل الفيديوها التانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته